مشاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات الاستراتيجية والسياسية راسام أهلا بكم سيادة العقيد بداية الجيش الأمريكي بعد 16 سنة من احتلاله العراق يعترف في دراسة حديثة له أن إيران هي المنتصر الوحيد بعد الغزو هل كانت أمريكا وقت ذاك تجهل تدعية الاحتلال على معادلات القوة في المنطقة وأن إيران ستكون الرابحة الأكبر؟ نعم سأل خير لك والمشاهدين كناتك كريمة نعم حقيقة بداية دعني أقول بأنه التخادم الأمريكي الإيراني في المنطقة هو ليس وليدة الساعة وإنما كانت هناك تفاهمات أمريكية إيرانية لاحتلال أفغانستان ثم بعد ذلك كانت هناك تفاهمات إيرانية أمريكية لغزو العراق أضف إلى هذا أنه حتى في الحرب العراقية الإيرانية كانت هناك استفاقيات ما بين الليلات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تزويد إيران بالأسلحة ومعروفة معاهدة إيرانية أو صبقة إيرانية للأسلحة التي سوقت إلى إيران في تلك الفترة نعم إذن أنا أعتقد بأن هذا الاعتراف الأمريكي هو اعتراف متأخر جدا لأنه ما جرى من ويلات في العراق خلال هذه السنوات التي مضت هي نتاج السياسة الأمريكية أولا ثم السياسة الإيرانية التي اتبعتها برضاء واشنطن أو بغض النظر الذي أعطته واشنطن لإيران في التدخل في العراق لذلك أنا أعتقد بأن القضية ليست قضية اعترافات لأن الجيش الأمريكي هي ليس البلد الوحيد عندما كانت بأفنان أيضا كانت هناك أخطاء كبيرة جدا واليوم تكرر الأخطاء في أفغانستان وتكرر في العراق أيضا وتتفع شعوب ضريبة عالية جدا من التدمير وفي الآخر يقول الجيش الأمريكي كانت هناك أخطاء نعم كانت هناك أخطاء وكانت أخطاء تراتيجية كبيرة جدا للولايات المستحدة الأمريكية في العراق عندما سلمت هذا البلد على طبق إلى إيران طيب بحسب الدراسة الأمريكية فإن الاحتلال فشل في تدريب قوات عراقية تعتمد على نفسها كيف تقيم أداء القوات الحكومية في العراق بعد الانسحاب الأمريكي وكذلك المعارك التي خاضتها ضد تنظيم الدولة نعم بداية دعني أقول ما هي العقيدة السياسية للعراق في تلك الفترة لكي تبنى الجيوش أنا أعتقد بأنه الخلل الستراتيجي الكبير هو في المشروع السياسي الذي جاء به الاحتلال إلى العراق لأنه دائما القوة هي أحد وسائل السياسة وبالتالي عندما تستخدم الولايات المستحدة وتقوم بإجراءات سياسية تؤدي إلى تدمير البلد عندما وفعت الدستور العراقي لتاريخ معين يخدم المصالح الأمريكية وخاصة الانتخابات التي جرت في الولايات المستحدة الأمريكية يجب أن يمرر الدستور في هذه المدة الزمنية إذن هي تراعي مصالح الولايات المستحدة الأمريكية أولا أما مسألة الجيش وتشكيل الجيش فأمريكا لا تريد جيش في العراق قوي والدليل على هذا لكي تبقى بحاجة الأطراف الأخرى ولكي دائما تبرر بقاها في العراق على أنه جيش ضعيف ولا يمكن لذلك قامت بتشكيل الجيش ونوات هذا الجيش من الميليشيات التي تاهمت في غزو العراق عام 2003 الدراسة الأمريكية تأتي إثر الكشف عن وثائق سرية تثبت أن السياسات الأمريكية شجعت إيران على دعم تغلغ للميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية في العراق هنا نأتي إلى نقطة كانت حقيقة تطرح دائما وهي طبيعة العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة هل تعتقد أن العلاقة بين واشنطن وطهران هي صراع أم أنها أقرب إلى تعاون لا سيما بعد التنسيق الذي شاهدناه ما بين الميليشيات الحشد تحديدا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في قضية معركة تنظيم الدولة لا أكيد ما يجري من تخادم أمريكي إيراني واضح جدا للعيان يعني هناك سفاهمات أمريكية إيرانية على مستوى عالي جدا والدليل على هذا عندما جاء نجاتي لزيارة العراق كان بحماية الطائرات الأمريكية أما مسألة التغلغل في الأجهزة الأمنية فهي التي دفعت وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية عندما دمجت هذه الميليشيات التي شكلت في إيران وسلحت وذربت وقدمتها الاستشارة وما إلا ذلك لتكون النواة في هذه الأجهزة الأمنية أما في مسألة الحجد الشاعدي فأنا أعتقد هذه الميليشيات لم تدمج دمجت في الأجهزة الأمنية لكنها بقيت مشكلة في الخارج والدليل على هذا في عام 2007 عندما حقرت التفجيرات في إيسا مراء نرى كيف استخدمت هذه الميليشيات للتهجير وللقتل على الهوية وما إلى ذلك وفي عام 2011 كانت هناك عملية للمالكي على الميليشيات سرعي السلام في البصرة وفي عام 2011 لغبت هذه الميليشيات لكي تقاتل في توريا وفي عام 2016 استعرض الخز علي بأسلحة وميليشيات في بغداد على مسبع مرأة من الحكومة إذن هناك تخادم واضح ما بين الولايات المستحيدة الأمريكية وما بين إيران إضافة إلى ذلك بأن الولايات المستحيدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي تفاولت معها على الملف العراق عند الانسحاد تفاولت مع إيران لم تتفاول مع حد دول الجواب وبالتالي هناك استفاهمات واضحة بين الولايات المستحيدة الأمريكية وإيران في العراق وحتى في المنطقة هل يمكن القول بأن إيران تنفذ مخططات أمريكا وتحديدا النقاط التي لا تريد الولايات المتحدة أن تتدخل بيدها أو شخصيا مباشرة بأي قضية متعلقة مثلا بحروب المنطقة المحيطة كسوريا اليمن وما إلى ذلك نعم أكيد أكيد الولايات المستحيدة الأمريكية هناك تطابق في المصالح ما بين الولايات المستحيدة الأمريكية وما بين إيران في ملفات كثيرة سواء كانت في اليمن أو سواء كانت في سوريا لذلك سمحت لهذه الميليشيات التي دربت في إيران وسمح للحرص الثوري الإيراني أن يتدقل في هذه المناطق لأنه لو كانت الولايات المستحيدة الأمريكية ترفض هذا التدخل لاتخذت الإجراءات اللازمة مثل ما تتخذ الآن مع القاعدة في اليمن لذلك أنا أعتقد بأن هناك اتفاقات واسعة واتفاقات كثيرة جدا وتطابق في المصالح بشكل كبير جدا وما يجل الآن من صراع تحتدم ما بين الولايات المستحيدة هو صراع إعلامي إلى حد بعيد والدليل على هذا بأنه لحد هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات حاسمة من قبلها المستحيدة الأمريكية باتجاه إيران سيادة العقيد بالفترة الأخيرة عندما أعلن دونالد ترامب عن موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا بدأت الأصوات تعالى في العراق من فئة معينة يعني من الطبقة السياسية يريدون أيضا انسحاب القوات الأجنبية تحديدا الولايات المتحدة لكن هنا خرج وزير الدفاع الأسترالي يؤكد في تصريح أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى إنجاز مهمتها أي مهمة تقوم بها القوات الأجنبية في العراق الآن؟ نعم حقيقة الاستراتيجية الأمريكية في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم هي غير وابحة وإنما هناك تخبط أمريكي كبير جدا والدليل على هذا الدراسة التي أعدت الآن من قبل الجيش الأمريكي والتي تقول بأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة جدا سواء كانت سياسية أو عسكرية ومنها بأنها سلمت البلد إلى إيران وبالتالي هذه الميليشيات اليوم التي تتكلم كانت تسمي قوات الاحتلال من عام 2003 إلى أن خرجت قوات الاحتلال قوات صديقة وكانت تتعامل معها في جميع المحافظات العراقية وخاصة في الجنوب وهي من أجلستهم على كرسي الحكوم وهي من سلمتهم البلاد أما اليوم عندما تقاطعت المصالح بدفع من إيران حاولت إيران أن تحرك هذه الميليشيات التي هي عبارة عن أدوات إيرانية شكلت على عين إيران وسلحت ودربت لكي تستخدمها إيران في الدفاع عن مصالحها وبالتالي نحن نقول بأن هذه الميليشيات هي أسبع لإيران وتنفس سياسة إيران وقرار المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار إيراني أما بالنسبة لجيوش الأجنبية المتواجدة الآن في العراق فأنا أعتقد بأنه الحكومة العراقية التي وقعت الاتفاقية الأمنية تعرف على ماذا وقعت مع القوات الأجنبية وتواجد القوات الأجنبية من ضمن هذا الإطاء أما مسألة ترامب فترامب يريد الآن الحصول على نصف العراق وقد قالها مرارا وتكرارا من ضمن الدعاية الانتخابية التي ساقها بأنه يجب علينا أن نأخذ نصف العراق نأخذ ما يقارب بصف نصف العراق لأننا تدخلنا وغيرنا النظام الحاكم في هذا البلد العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام شكرا جزيلا لك